بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة دي من الحلقات المصرفي البنك المركزي كان اخذ بعض التدابير والاجراءات الاحترازية لمواكد فيروس كورونا والجائحة المنتشرة عن طريق ان هو عمل اعفاء على رسوم السحب من مكينات الصراف الالي وعلى التحويلات ما بين الحسابات الهاتف المحمول او واصدار المحافظة مجانا وكتير من الخدمات اللي عمل لها اعفاء الفترة السابقة تم مد القرار بالاعفاء ده في الفترة التانية بدل مكان هينتهي في واحد تلاتين اتناشر عشرين وواحدة وعشرين تم مده عشان يستمر في الفترة من يناير عشرين واثنين وعشرين لحد تلاتين يونيو عشرين اتنين وعشرين القرار ده شمل السحب من مكينات الصراف الالي مع رفع الحد اليومي تلسحب او رفع الحد العملية الوحدة حالك لما كنت بتروح تسحب من مكانة بنك اخر غير البنك اللي مصدر البطاقة لحضرتك كان اقصى حاجة تسحبها الفين جنيه تم رفع الحد ده علشان يبقى اربع تلاف برضو من دم الحاجات اللي هو تم مدى القرار فيها هو اصدار المحافظة الالكترونية مجانا والتحويل بين حسابات الهاتف المحمول والحسابات البنكية مجانا بالاضافة الى برضو سحب المعاشات برضو هيبقى مجانا عن طريق مكان البنوك الاخرى والقرار تضمن اعفاء التجار من كافة رسوم التحصيل الالكتروني زي مصاريف التفعيل الخرمة الاول مرة والمصاريف الشهرية ومصاريف الخدمات الاضافية ده بساطة كان موضوع اه مد اعفاء البنك المركزي للرسوم الخاصة لمواجهة تدعيات جائحة كورونا واللي كان فيه كتير من حضراتكم بيسألني عنيه في الفترة السابقة لحد ما صدر القرار النهاردة من البنك المركزي دي كانت حالة النهاردة من المصرفي يا رب بيكونوا اقدر اختفتكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان نجيلكوا اشعارات الحلقات الجديدة ولما الحلقة عجبك تدوسوا لايك وتعملوا وشير عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير محمد رجل